السلام عليكم أهلا وسهلا بكم من جديد في سلسلة مقتطفات تقنية TechVives الإنترنت يعتبر شيء أساسي يستعملوا فيه كل يوم سواء في العلم أو في التواصل وزي ما كود لكل يعرف الإنترنت فيه الباهي وفيه شين وحماية العيلة من المواقع الخبيثة أو من البرامج والفيروسات ممكن يكون موضوع صعب شوية وإمكانياتها تحتاج إلى فلوس حلبة ولكن ممكن يكون عندنا حل بسيط نطبقه باستخدام DNS Protocol هيا نبدو أهلا بكم من جديد وقبل أن نبدأ في موضوع اليوم نبي نفكرك أنك تشترك في القناة ومش مشترك فيها وتفاعل جير الزرس بشي يوصلك كل جديد وتدعم الفيديو هذا بلايك وتعطيني رأيك لو عندك أي إضافة تقدر دهالي في كومنت أو في التعليقات وتشارك الفيديو هذا لأكبر قدر ممكن لتعمل فايدة كويس استعمالنا الإنترنت قاعد يزيد كل يوم وزي ما قلت الإنترنت في الباهي وفي الشين فيجب على كل عيلة أنها تعرف تحمي نفسها من المواقع الأباحية أو من المواقع الممكن تحتوي على الفيروسات أو برامج خبيثة الحماية من الموضوع هذا أبسط شيء نقدر نقوله أن نحن ممكن نديروها بزوز طرق واحدة غالية واحدة رخيصة الطريقة الغالية هي التي تمشي فيها الشركات وهي أنك أنت تشري جدار حماية أو فاروول ويكون يخدم على layer 7 ودير high level inspection على applications ويقدر يسكر لك المواقع أو applications زي ما أنت تتبي ولكن الموضوع هذا بغض نظر على أنه مكلف فهو مش موجه للمستخدم المنسي أو اللي هو ميوزر نهائيا لهذا نحن لازم نفكره في الحل الثاني باستخدام protocol يسمى DNS DNS protocol أو domain name system هو protocol يستعمل في الإنترنت بشكل كبير جدا ووظيفته أنه نعطيه اسم يعطيني IP بمعنى المواقع اللي نفتحه فيها ما تخدمش بالname ولكن تخدم بIP ومن الصعب أن نحن نحفظ الIP هذا لأنه مكون من 32 بيت مقسومة لأربعة octets يعني أربعة خانات ومن الصعب أنك تحفظها لأن كل موقع عند IP مختلف وقد يتغير في موضوع من الأحيان لهذا يسهل علينا أن نحن نحفظ اسم زي ما تكلمت في فيديو اللي فات وبهكي نقدر نوقف الحماية من الفيروسات والمالويرز والبرامج الخبيثة أو نفعلوها لو استخدمنا سيرفر يقدم في خدمة DNS ويقدر يدير لي فيلترينج أو ممكن يصفي لي المواقع اللي ممكن نفتحها يعني لما نريد نطلب موقع مش كويس السيرفر هذا قبل ما يعطيني الIP الفعلي متاع السيرفر يعرف أنه ماشي المكان مش كويس ويقول لي السايت هذا بلوكد أو السايت هذا مغلق بالنسبة لك يعني احنا ممكن نحمو عيلتنا كلها لو عدلنا DNS في الروتر أو الراوتر أو الموجه اللي ناخد موبي في الحوش مهما كان نوعه سواء كان تيبي لينك أو نيتس أو بي لينك أو سيسكو أو أي شيء تاني ممكن نفكره فيه لهذا ممكن احنا نفتحوا الإعدادات متاع الروتر متاعنا نمشوا للDNS settings ونحطوا الIP متاع أي شركة تقدم الخدمة هذه مجاناً من أشهر الشركات اللي تعطي في خدمة DNS security هي سيسكو وسيسكو شركة شركة تانية كان اسمها OpenDNS وطلقت الخدمة هذه بشكل مجاني تحت مسمى Cisco OpenDNS أو Cisco Umbrella يعني ممكن نفتحوا الإعدادات متاع الروتر ونكتبوا فيها الIP هذا اللي بيطلعنا في الشاشة 2867222222222222 وهذا حي يهتم بأنه يعطيك المواقع الكويسة ويمنع عليك أن نكتمشي لأي موقع ضار سواء كان إباحي أو يحتوي على فيروسات ومالويرز وبهكي وبأس الطريقة نقول وحملنا عيلتنا من أين شيء ممكن يضرهم طبعاً سيسكو مش هي الشركة الوحيدة فيها البا شركات تانية تقدم في الموضوع هذا ومنشرها هي الكواد 9 أو الأربعة تسعات حتى شركة كواد 9 تعطي في الخدمة هذه مجاناً وتحميلك العلم بتاعك من المالويرز وأين شيء ثاني ممكن يضرك الموضوع بسيط ياريت تنشروا الفيديو هذا اللي يتعمل فائدة ونتمنى نشوف رأيكم في التعليقات لو تعرفوا أي مواقع ثانية ممكن تعطي نفس الخدمة ويتلاقوا إن شاء الله في فيديو جاي السلام عليكم